أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا ضفنا النهاردة هو مخرج مبدع في مجال الإعلانات صاحب فكر مختلف وغير تقليدي خلونا نرحب بضفنا النهاردة أهلاً وسهلاً الأستاذ سلطان أهلاً بيكي وشكراً جداً على المقدمة الجميلة دي وأحب أقولك يعني أن أنا المبسوط أن أنا ضيف معاك هنا في حلقة من برنامج 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 هو برنامج اسمه يمين يمين شمال شمال طيب نحب نسأل حضرتك سؤال مهم جداً يا طارة إيه سر نجاح المخرج سلطان الجحش؟ بص أنا مش عايز أنظر عليك ولا أقول بقى كلام كبير من اللي هو بيطلع يقوله في التلفزيون الحاجات دي باختصار شديد سر نجاح سلطان الجحش هي مراتي زوجتي الحمد لله يا ربي يعني ربنا أنا معاليا بزوجة وقفت في ظهري لحد ما وصلت اللي أنا فيه دلوقتي حالاً يعني لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي أنا بصحة من نوم ألاقي في طاري جاهز اللبس اللي رايح بيه شغل جاهز برضو باخد رأيها في كل كبيرة وصغرها في شغل يعني حتى هي هتلاقيه دلوقتي متابعانا في التلفزيون وتفرج عليها نواجه لها تحية طبعاً طبعاً حبيبتي ده إحساس جميل منك جدا بص أنا عندي وجهة نظر في الموضوع ده دايماً بقولها بقولها لأصحابي ليه الراجل اللي مش مستقر عاطفياً أو اللي فاشل في حياته الزوجية بيبعنده كرش ديه أستو سلطان أنا أقولك ليه طبعاً وجهة نظر تحترم طيب إحنا معانا كمي مكلمات كتير جداً ناخد منها شوية ونرجع نكمل الكلام تفضلي طوان يا فن ألو؟ اتفضل حضرتك على الهوى معانا ومع أستي سلطان ألو أيها سلطان أنا بهجة ده بهجة السعاتي أعز أصدقائي ويمكن أكتر من أخويا ويعرف عني كل كبيرة وصغيرة ألحق أمراتك يا سلطان صحيت من النوم دي جي ومش بعيد تتشيب من عايل سيت ما بهجة بيحب يهزة جداً ومعروف عندنا في الشي اللي كاني نوبة على الأفهات والحاجة وبيقلت فنانين كمان سعيتي يعني أنا مش بهضر ولو ما لحقتهاش ممكن تخش في سكة المخدرات وقتلاقيها جاية في يوم بتقولك أنا حامل من واحد تاني غيرك ما تقفلي على الكلب ده قبل ما يفضحني يبدو إن اللي اتصلت قطع طب سؤال تاني سؤال تاني إيه إنتي مش سمع بيقول إيه أنا أروح ألحقها تفتكر أنا كده فضحت أنا مش بفتكر أنا متأكدة أنك إنت فضحت الله العظيم تلاتة غزبة عني فهول اتطريني أعمل كده يعني لقف الموبايل يعني عشان على الهوى طب ما توفيقه عكاشة كان بيرده على الموبايل وهو على الهوى بسك هو درديره ده هو هو درديرته ده مرة طلب كارت شحن بعشرة على الهوى طب أنا كنت أعمل إيه ما هو غزبة عني برضو ما أنا كان لازم أتصل بيه عشان أقوله إيه الحق دلي يعني ده واجبي تجاه صحبي وحبيبي طيب واجبك بقى تجاه حبيبتك عايزي أنا أتصل بيكي لا أنا عايزك تتصل بابني وتطلبني منه عشان خطوبتنا ونيرا ما بلهاش دلوقتي ونبي عشان سلطان غبي وإيده تقيلة نعم يعني أقصد لما نعد بس موضوع مداليا ده ونتطمن خلاص يا حبيبي خلاص بلاش الله في إيه انت اللي قتل عايزة تجوزك في عشرة بالسنين مش هعايز يلا مفيش مشكلة يلا منيرا ممكن ما تقوليش كده لو سمحتي عشان انت عارفة واسخة أنا قديه بحبك بحبك أكتر من النوتلا النوتلا بس النوتلا اللي في الفندق ده بدوبي ارنوبي بحبوبي بدوبي دوبي بحبوبي بحبوبي يا حبيبي تكلم سلطان واطلب إيدي منه أمري لله إيه؟ عشان سلطان غبي وكده هكلمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة